نشرتنا نبدأها من اليمن أين أفادت مصادر عسكرية بأن قوات برية تابعة للتحالف العربي مدعومة بمقاتلي المقاومة الشعبية الموالية للرئيس هادي شنت هجوما واسعا على مواقع تابعة للحثيين وقوات صالح في مدينة مأرب وأضفت المصادر أن مواجهات عنيفة تدور بين الطرفين على عدة جبهات من بينها جبهة الدشوش الواقعة في الجبهة الشمالية لمدخل المدينة على الخط الرابط بين محافظتي مأرب وصنعاء وخلفت المواجهات عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحثيين وفي جبهة الجفين الشمالي مأرب فر عدد من الحثيين من مواقعهم بعد قصف مدفعي عنيف